بعد الهدف الثاني اعطى بص على لعبة سانداونز انا كنت موجود في الملعب وبص على تحركاتهم وبص على موسماني وبص الرجل تحس ان هو قالك الموضوع بقى صعب والاهلي بيروح قلت الاهلي بالاسلوب ده وبالطريقة دي هيسجل هناك كلام ده ناقيله في الملعب من هنا الاهلي يسجل هناك طيب في موقفين في البطولة دي يخلوا النادي الاهلي ولعبته يبقى عندها نوع من الحمية انها تقدي بشكل تجيب اخيرها اللقطة الاولى هي مباراة الهلال ودي كانت مباراة فهريقة في السودان طبعا ده البطولة كلها تشوف فاكر انا قلتلك ايهنا قلتلك دي يعني ربنا يكرم فيها دي دمتش البطولة قبل ما يتلعب قلنا انه دمتش البطولة فعلا دمتش البطولة قوة المباراة دي في صعوبتها في الملعب اللي انت بتلعب عليه في الحجد الجماهيري في الضغط اللي معمول عليك في قرار من الكابتن محمود الخطيب ان يترقص البيع سريف الظروف الصحية معينة في حالات معينة ويكون موجود طيب شفنا الملعب عامل ازاي وشفنا الاداء ازاي دمتش الهلال الهلال دي اللقطات اللي بعد دمتش الهلال في السودان بالزبط تمام وشفنا الملعب والدنيا عاملة زي محمد والضغط اللي موجود والزخم والامور الكبيرة دي وفي نفس الوقت اللعبة قد تلعليها ويبقى لقطة اعتدال التحكيم الافريقي هي فرص الرهان لنجاح البطولة وتأكيد ان البطولة تروح لمن يستحقها الفرق اللي هتلعب وتأدي بالشكل المطلوب وبالشكل المحترم عن عامد هتلاقي نفسها لان حتى بكاري جسام النهاردة مضغوط وعارف وبيعمل ايه عكس اللي فات بلعب لإسمه ردوان جيد حكم رائع مع الاهل مع الزمالك عمل معادلة كبيرة جدا جدا من العدلة خلت الدنيا ماشى للفرق اللي بتلعب غرباء الجزائري حكم رائع هما الحكام دول كانوا انا عايز اعرف بكتور جميز بكتور جميز طبعا ولا كلمة لكن عايز اقول الحكام دول كانوا فين كانوا متشارين فين كنا بنشوف بقى حكام غريبة في أدوار غريبة بصف كان اليومني انت بكاري جسامة بملكة سيمة طبعا بس لا ادول وهم قالك لبكاري ان يديله فرصة أخيرة او يعني ان يديله هو حكم عنده وعنده إمكانيات لكن بيتوحى زي ما هو عايز لكن الضغوط اه الاهلي اشتغل على ملف ده كويس بعت الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ويشتغل على حكم المباراة حطوا في المكان لو الاهلي مش عايز حكم يجامله الاهلي عايز حكم عادل انا اقول ده في الانترو الاهلي بيمارسوا ضغوط الاهلي بيتكلم عن العدالة التحكمية وان ازاي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي طالما مهتمين بهذا الملف كل حكم يعي مسؤولياته الفترة الجاية ولو تقدر يا محمد تمارس ضغوط عشان تحقق العدالة اهلا وسهلا لو تقدر تمارس ضغوط عشان تحقق العدالة اهلا وسهلا اللقطة بقى المهمة واللقطة بقى الكبيرة مش ان السنة اللي فاتت الاهلي تغلب من سندونس خمسة والناس هتسأل كرة القدم مفاش كده وانا واحد فكرة الصقر يعني لا فيش فكرة الصقر في كرة القدم لكن هي فيه فكرة التحدي فيه فكرة رد الاعتبار في فكرة انك انت عايز يعني لازم الناس تفهم ان الكورة والرياضة فوز وهزيمة لكن لما تتغلب يبقى عندك الحافظ انك تكسب